ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاحرام بالحج الجواب لما قدم عليه الصلاة والسلام على ذي الحليفة وكان قد توافد الناس على المدينة يقولون كيف يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يريد ان يأتسي به ويقتدي فلما قدم على الميقات صلوات الله وسلامه عليه اغتسل وتجرد من المخيط ثم بعد ذلك لبس رداءه وازاره وقال للناس من اراد منكم ان يهل بعمرة فلا يهل ومن اراد ان يهل بحج فلا يهل ومن اراد ان يهل بحج وعمرة فلا يهل وكان الوحي قد نزل عليه قبل ان يصل الى الميقات قبل ان يحرم في ميقاته كما في الصحيح من حديث عمر في البخاري انه قال اتاني الليلة ات من ربي فقال اهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه فاختار الله له من فوق سبع سماوات ان يهل بالقران ولذلك اهل قارن صلوات الله وسلامه عليه استجابة لامر ربه فيخير الانسان بين هذه الانساك فاذا اهل بالعمرة وكان في اشهر الحج فهو تمتع واذا اهل بالحج فهو افراد واذا اهل بهما معا فانه يقول لبيك حجة وعمرة ويعتبر قرانا قال انصر رضي الله عنه وارضاه كانت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم اسمعه يقول لبيك عمرة وحجة ترجمة نانسي قنقر